ماسيمو ماورو الحقيقة نجم اليوفي ونابولي السابق ضفنا في السادسة ببداية طبعا بشكرك على وجودك معنا وبرحب بيك بداية على شاشة النادي الاهلي برشايا مساء الخير على الجميع يعني بداية واحنا بنفتكر لقطاتك مع اليوفي افتكرت الحقيقة فترة ممكن نقول عنها انها فترة زهبية بالنسبة للكرة الايطالية كان الكالتشو الايطالي هو اهم دوري يمكن في العالم وكان قبلة النجوم الاولى كانت الاندية الايطالية حضرة دايما في المنافسات الاوروبية ومرشحة دايما لتحقيق الالقاب وكان ايضا المتخب الايطالي مرشح لتحقيق لقب اي بطولة ايه اللي حصل للكرة الايطالية في السنوات العشرة الاخيرة؟ ما حدث للكرة الايطالية اذا ما تحدثنا عن اليوفي نقول ان اليوفي للأسف مجلس ادارة اليوفي حاليا مجلس سيء ولكن عندما كنت العب انا وعندما كان اليوفي الايام القليلة الماضية كان اليوفي يبدع وكانت الكرة الايطالية في ازدهور كان بلاتيني وكانت هناك اسماء عديدة واسماء كبيرة لكن الحالة تغير والكرة الايطالية تغيرت كثيرا هل المادة هي العنصر الاساسي وراء تراجع مستوى الاندية الايطالية والمنتخب الايطالي ولا في اسباب تانية من وجهة نظرك لامكانيات المادية للأسف المشكلة ليست في المادة وليست في الاموال وليست في الاقتصاد لان اذا ما تحدثت عن عنديها كبيرة مثل اليوفي والانتر لكن الشخصية شخصية اللاعب الايطالي اختلفت وروح اللاعب الايطالي اختلفت الان بعض اللاعبين اصبعوا يهتمون بالماركتينج اكثر من الكرة ووكلاء اللاعبين ايضا وللأسف كواليتي اللاعبين الان ليس كواليتي الايام الماضية نحن نتحدث عن ميسي او رونالدو لانهم مختلفون لكن نتكلم على هؤلاء اللاعبين لعبين كواليتي ليس كواليتي ليس كواليتي ولكن كل الشي تغير كما ذكرت انت المادة تشارك بالقليل خلينا نتكلم معاك شوية عن المنتخب الايطالي هل بتشوف ان القرعة ظلمت المنتخب الايطالي سواء في ملحق تصفيات كاس العالم بوقوف مجموعة واحدة في مواجهة منتخب البرتغال وهو بالتأكيد منتخب قوي ونفس الامر حدث كمان في بطولة دوري الامم الاوروبية القرعة وقعت منتخب ايطاليا في مواجهة اتنين من الكبار منتخب المانيا وانجلترا هل النتيجة دي ممكن تضعف فرص المنتخب الايطالي سواء في التأهل في بطولة كاس العالم او التأهل في دوري الامم الاوروبية بالنسبة للايطاليين والشيء الهام هو ان نشارك في المنديان البقية اشياء ليست لديها اي اهمية بالنسبة للايطاليين في هذا الوقت نتحدث دائما في الاستوديات التحليلية وفي الاتحاد الايطالي والصحافة الايطالية كل يوم الهدف الرئيسي والذي يجب ان نعمل عليه هو التأهل الى المنديان لكن اذا ما تحدثنا عن شيء الايطاليين كانوا ابطال اوروبا في الصيف اتمنى هو قال نصلي كل يوم من اجل ايطاليا من اجل ان تتأهل ايطاليا الى كاس العالم لان اذا لم تتأهل ايطاليا ستكون في ديحة كبرى ستهز ارجاء ايطاليا لان عدم تأهل ايطاليا مرتين ومتثلتين نهاية كاس العالم قد يكون الصعب الشيء لكن الان الدور الايطالي في هذه النسخة دور قوي دور عظيم هناك العديد من اللاعبين الذين يحاولون الاندمام الى المنتخب الايطالي ولهذا انا متفائل